تانيا قصيس. تانيا فنانة جميلة منورانا وتقلقت في مهرجان محكا القلعة بالأمس في مصر. تانيا قصيس حكايتها حلوة وغناها أحلى ومنورانا في التسعى. مساء الخير يا تانيا. مسانور شكرا. يعني أنا سعيدة جدا بأجودك وأهلا وسهلا ونورتي القلعة مبارح. وأنا كتير سعيدة يكون معكم اليوم وكنت كتير سعيدة مبارح التقى بجمهور المصر. قولي لي إحساسك وأنتي بتغني في محكا القلعة ودي تاني وشاركة ليكي غنيت في 2019. صحيح. الفرق بين المرتين عامل إزاي؟ الفرق هالمرة حسيت أنه. مصر بتتغير أصلاح كل شوية. أصلا مصر مدينة يعني رائعة والجمهور المصري رائعة وأنا كتير مبسطت أنه حس أنه جمهورة عن جد عم بيتابعني من 2019 لهلأ. فالفرق كان أنه الناس صار تعرف الأغاني غنوا أغاني حتى أغانيين خاصة كانوا عم بيتفعلوا بطريقة رائعة عم بيغنوا وحسيت يعني أنه صار في صدقة بيني وبين الجمهور المصري. حسيتيني خلاص المكان دي أنت تعودت تيجي تغني فيه يعني. إن شاء الله هيدا هيدا شرف لإلي وأنا كنت كتير سعيدة أن أحس كل هالحب مبارح. في باريس في 2012 غنيتي على مصرح باريس والمصرح ده لم تغني عليه غير فيروز مكدر رومي وصباح. وصباح. أحسست كان عامل إزاي؟ مسرح الأولمبيا هو مسرح يعني أسطوري بيقولوا. غنى عليه أهم النجوم. يعني من وقتها في غير فنانين لبنانين غنوا بس بوقتها. في الوقت ده. في الوقت ده فكان لإلي شيء وأنا كنت بعض صغيرة نسبة لأهلا. ما زلت. من عشر سنين فكانت يعني يعني إكسبرينس رائع لإلي وأكيدة كان 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 نقطة مهمة بحياتي أو بمسيرة الفنية. أدتك كده حافظ حلوة. صحيح.